طيب روي فيتوريا ليه مهم او ليه اختيار جيد روي فيتوريا مدرب كبير في البرتغال اسم كبير في البرتغال هو من اسماء الصف الاول في البرتغال تمام ادي واحد اتنين روي فيتوريا من المدربين اللي بيعرفوا يشتغلوا مع صعوبات يعني هو استلم بن فيكا في وضع كان ممكن يبقى صعب جدا مع جيسوس الموديل الفني اللي كان قابليه في بن فيكا وده اسم كبير في البرتغال واسم من الاسماء العظيمة في البرتغال فالناس كلها قالت أن بنفيكا هيقع خلى بنفيكا أفضل وخد معه بطولات عديدة راح النصر كان النصر بينه وبين الهلال المتفوق جداً ست نقاط وبالمناسبة كان وقتها الهلال بيضربه جيسوس اللي كان استلم منه في بنفيكا ست نقاط وعرف في الآخر ياخد الدولي السعودي هو يعرف يتعامل مع الصعوبات هو يعرف يتعامل مع الظروف الغريبة حتى لو إمكانياتك أقل من الإمكانيات اللي جنبك هو ممكن يتعامل مع هذه الأمور بشكل جيد فأنا مرتاح للاختيار ده ده واحد اتنين إحنا المدربين اللي في مصر كلهم دلوقتي أنت عندك طبعاً فيريرا في الزمالك عندك سوارش في الأهلي عندك الميدا في فاركو عندك فيريرا في إنبي عندك عدد كبير ممدربين البرتغاليين في الدولي المصري أكيد أكيد التعاون هيبقى أسهل لروي فيتوريا مع مدربين من جنسيته ويعرفهم ويعرفوه أكيد التعاون هيبقى أفضل هتقولي طب هيتعاونه في إيه يعني هقولك لروي فيتوريا ممكن يقعد مع المدربين المدربين البرتغاليين الكبار اللي موجودين مع الزمالك والأهلي تحديداً ومع طبعاً إنبي ومع فاركو هيقعد يقول لهم والله أنا محتاج اللعيبة تشتغل بالشكل فلان والله أنا محتاج اللعيبة تتضرب بالشكل فلان مش هيقول لهم الخطة بتاعتكم في مطشطكم إيه أكيد بس هيبدأ يقول لهم أنا عيني على الفلان طب هو فلان ده كويس ولا يقعد مع المدرب يقولوا أخذ اللعب ده ولا لا هيعرف يتكلم معاهم هيعرف يحط فكرة الأفكار كمان البرتغالية هم ضد فكرة طبعاً المدرسة عشان كلهم داربوا له فكرة بس الأفكار البرتغالية هتلاقيها كلها قريبة من بعض يعني هتلاقيهم معظم البرتغاليين يحبوا لعبوا تلاتة في نص الملعب معظمهم معظم البرتغاليين بيبقوا عندهم حرص دفاعي قبل الشغل الهجومي معظم البرتغاليين فهتلاقي التشابه قريب جداً بيحبوا يعملوا ضغط عالي على المنافسين في حاجات هتبقى قريبة فده كله هيفرق هيفرق معنا جدا